السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال في عنا بار O A مثبت عند النقطة O ويخضع لقوة شد بواسطة كابل A B عند النقطة A قوة الشد المطبقة في الكابل T تساوي 150 نيوتون طول هذا العمود أو البار 200 ميلي متر ويصنع زاوية ثيتا مقدارها 40 درجة مع المحور الأفقي المطلوب يجاد عزم قوة الشد في الكابل A B حول النقطة O نبدأ الحل نقوم برسم متجه القوة في الكابل A B حي متجه القوة T متجه قوة الشد T المطبقة في الكابل A B يصنع الكابل A B زاوية مقدارها بيتا مع العمود رسمت مركبات القوة T الموازية للمحور N والموازية للمحور T بهذا الشكل أتذكر أن المومنت يساوي distance ضرب الفورس distance هي المسافة العمودية بين القوة ومحور الدوران ضرب القوة نحن بنقل هذا الرسم من أجل توضيح الحل أنا عندي العمود من النقطة O إلى نقطة A وطوله R يصنع زاوية ثيتا وهذا الكابل A B الذي يخضع لقوة شد T رسمت خط أفقي يمر من النقطة A هذه المسافة العمودية هي R هذه المسافة رسمت خط عمودي من النقطة O يعامد هذا الخط الأفقي نتج عندي هذا المثالات بإمكاني حساب أطوال هذا المثالات من خلال الزاوية ثيتا وطول العمود R هذه المسافة هي R ضرب صين الثيتا وهي المسافة هي R ضرب كوسين الثيتا أنا عندي هذه المسافة تساوي هذه المسافة تساوي R بصين الثيتا المسافة الأفقية المسافة الأفقية بين O و B هي R من الشكل هذا الجزء هو عبارة عن R ناقص R ضرب صين الثيتا الآن تشكل عندي مثلث بهذا الشكل له زاوية ألفة مجموع زاوية ألفة زايد ثيتا يعطيني قيمة الزاوية بيتا بهذا الشكل لاحقون بإيجاد قيمة الزاوية بيتا وأحسب مركبات القوة ثم أطبق في علاقة المومنت بما أنه عندي هذا المثلث قائم تكون تانجن ألفة تساوي نسبة طول الضلع المقابل على الضلع المجاور الضلع المقابل R ناقص R ضرب صين الثيتا والضلع المجاور هو R ضرب كوسين الثيتا زايد هذا الضلع R نعوض بالقيم عندي قيمة R 200 ميلي متر وقيمة الزاوية ثيتا 40 درجة فتكون تانجن ألفة تساوي 0.202 من خلال R تانجن لهذه النسبة أحصل على قيمة الزاوية ألفة ألفة تساوي أرك تانجن 0.202 ومنه ألفة تساوي 11.42 درجة لحعوض قيمة الزاوية ألفة بهذه المعادلة من أجل إيجاد الزاوية بيتا بيتا تساوي ثيتا زايد ألفة ثيتا أربعين درجة وألفة 11.42 درجة فتكون الزاوية بيتا 51.42 درجة الآن بعد ما أوجدت قيمة الزاوية بيتا بإمكاني التعويض في علاقة المومنت M O عزم قوة الشد T حول محور الدوران O يساوي R1 ضرب مركبة قوة الشد الموازية للمحور T زائد R2 ضرب مركبة قوة الشد الموازية للمحور N هذه مركبات القوة الموازية للمحور N والموازية للمحور T R1 هي المسافة العمودية بين هذه المركبة والمحور O هي طول العمود مقداره 200 مم R2 R2 هي المسافة العمودية بين هذه المركبة TN ومحور الدوران O بما أن المركبة TN تمر من محور الدوران لا يوجد مسافة عمودية بينها وبين محور الدوران فتكون R2 تساوي 0 نعوض في المعادلة R1 200 مم قسمتها على 1000 لتحويل القيمة من مم إلى متر ضرب مركبة قوة الشد الموازية للمحور T زائد R2 ضرب TN ويساوي R1 0.2 متر قوة الشد 150 ضرب سين البتا 150.42 درجة أخذنا سين لأن المركبة مقابلة للزاوية بتا وبالحساب يكون MO عزم قوة الشد حول محور الدوران أو يساوي 23.5 نيوتون متر والجهة كاونتر كلوكوايس بعكس جهة أقارب الساعة الجهة الموجيبة أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة